السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده tutorial 16 من tutorialist programming والمرة دي ان شاء الله هنتكلم عن pointers عشان نبدأ بداية سريعة هنقول ان ال pointer ده ال pointer ده عباره عن variable زي اي variable عادي الفرق ان هو ال pointer بيشيل جواه بيكون جواه ال address بتاع variable تاني بمعنى احنا لو عندنا variable اسمه x و ال variable ده يمتوه بخمسة عايزين نعمله pointer يشور عليه pointer يشور عليه يعني ايه اولا عندنا variable اسمه x variable اسمه x ده value بتاعته اللي جواه يعني 5 طيب ال address بتاعه هو address في الميموري حسب تنظيم الميموري بيكون رقم كبير negative positive رقم عشوائي طيب الفكرة في ال pointer ان هو بيخزن جواه القيمة بتاعت ال address بتاع ال x و احنا بنتعمل مع pointer ده بطريقة معينة يا اما بنطلع منه بنستخدم ال address بتاع ال x يا اما بنستخدم ال x نفسها عن طريق ال pointer ده طيب الكلام ده بيحصل ازاي عشان نعرف pointer له علاقة بال x او نوصله بال x يعني خليه مرتبط بال x بنعرف pointer من نفس نوع ال variable اللي احنا نعمل عليه pointer اللي هو integer طيب بنعرفه كده و بنكتب star P و عشان انت تعضيح هنا هنكتب Px يعني هو pointer لل x طيب طيب احنا كده عرفنا pointer مالوش اي علاقة بال x عايزين نخليه نربطه بال x فبنقوله ان Px ده بيساوي ال address بتاع ال x دلقاط احنا عندنا حالتين لل pointer يما بنكتبه Px يما بنكتبه star Px ايه الفرق الفرق انحنا لما بنكتب Px بيبقى قصدنا ال address ال address يعني ال value اللي جوه ال variable ال pointer تمام يعني زي ما كنا بنقول x بيساوي 5 احنا بنكتب Px بيساوي and x لانه بيكون جوه address بتاع ال variable يعني في الحالة دين star Px دي معناها 5 تمام كده احنا كده رابطنا ال pointer بال value هنعمل حاجه عشان نفهم موضو ده نعمل printf هنعمل printf ودي هنكررها كده 4 مرات طيب هنكتب ايه بقى هنكتب اول مره نطلع قيمة ال x ثاني مره نطلع ال address بتاع ال x ثالت مره نطلع ثاني مره نطلع ال pointer ثاني مره نطلع ال star pointer بتاع ال x طيب نشوف الكلام ده طلع ايه اول حاجه طلع ال x اللي هي بخمسه طلع ال x بخمسه ثاني مره نطلع ال address ثاني مره نطلع ال , ال pinex اللي هي المفروضه يعني ايه بخمسه وغ gewهو ال cadres صحنا كده stories نفيد ايه من البوينترز؟ البوينترز الفكرة ان هي طبعا لي فوق كتير جدا واسهل ان انت تتعامل مع البوينتر في حالات عن انك تتعامل مع الـ variable نفسه لان طبعا مش كل الـ variables انت ما تتعامل مع ري مثلا كبيرة ولا ما تتعامل مع ماتريكس تتعامل مع مثلا يعني في حاجات كتيرة جدا ان انت تتعامل مع البوينتر بتاعها ده حاجة حاجة تانية انت مثلا مفرد لو انت عندك مثلا فانكشن انت عامل فانكشن كده فانكشن دي دايما لازم يكون ليها output 1 بس زي ما انا عافين طب افرد انا عاوز اخلي الـ function دي تطلع كزا يعني احنا عندنا فانكشن بتاخد مثلا اثنين انتجرز وعايزين هتطلع مجموعهم والـ average بتاعهم لو مجموعهم هنعمل return return طب لو احنا عايزين نطلع average بتاعهم هنعمل ايه اللواتي مفعش نطلع الـ integer واحد بس الفكرة اللي بتحصل ان انت بتروح معرف بيتروح هنا حاطة ايه طيب تعانوا عاملها من هنا الاول احنا لما يجينا نعمل cool integer total equal function نحط لها 5 و 5 طيب الفكرة دلواتي ان هي هترجع total طيب عزين نرجع كمان الـ average بنروح معرفين هنا variable اسمه average تمام ونروح معرفين له pointer pointer average ونقول ان pointer average ده سوي average احنا لازم نحط هنا لازم نعرفها كده pointer تمام وهنا الـ address بتاعه ونعمل pass pointer ونعمل pointer average لو احنا عملنا pass pointer average واخدناه هنا في pointer اللي بيحصل نحنا لما نجينا نتعامل مع star p اك انك بتتعامل مع star pointer average اك انك بتتعامل مع average اللي احنا اللي بره اللي هنا مفيش هنا في function فانت لو غيرت انت في اي قيمة لل star p ده اك انك بتغير في variable اللي اسمه average طيب يعني احنا عملنا كده x plus y على الاثنين انت كده اك انك بتقول بالظبط average equal x plus y على اثنين مع الفرق ان انت لو كتبت هنا average مش هيبقى متعرف لان انت بتتكلم ب function طيب الحالة دي دي حاجة بنسميها passing by reference يعني هنا العادي ده ده حاجة اسمها passing by value دي passing by reference انت بتبعت ال reference ال variable اللي انت عايزه وتغير فيه دي طريعة معروفة عشان تطلع كذا output من function واحدة طيب لو جانا نشوف كده printf بعدين اطلع عنا average او اطلع total 10 وال average 5 بس ودي كانت حاجة سريعة عن pointers وطبعا محتاجة رايه اكتر من كده pointers لان يعني فيها حاجة اصغب من كده شوية بس دي يعني تعتبر intro شوية عن ال pointers وشكرا